Have a seat please بمعنى تفضل بجلوس من فضلك Have حرف H ننطقه كأننا نهمس Have وحرف A ننطقه A Have A Seat هنا ننطق E Seat ليس sit لأن sit فعل و sit اسم كذلك يكتبان وينطقان بطريقة مختلفة Seat Please حرف S ننطقه Z Please Have a seat please مثلا إن قلنا sit down باستخدام set أي إجلس فهنا نأمر الشخص بالجلوس فلكي نطلب منه الجلوس بأدب نقول Have a seat please وبدل have يمكن أن نقول take بنطق A هنا Take Take a seat please Take a seat please Please يمكن أن نقولها في أول أو آخر الجملة مثلا Please take a seat أو Please have a seat ويتعلم المزيد في لغة الإجليزية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس شكرا وللقاء مزيد dans الدكتور لـ